حط بقى كل الكلام ده على جنب وتعالى لي بقى في اللي جاي عشان اللي جاي تقيل اوي وخطير جدا وكارثي وينزر وينزر منهيار ايه عم الكلام التقيل ده تعمل زي الكلام اللي بتكاتف في بيانات الاندية اه في مشكلة كبيرة في مصر حاليا في كرة القدم المصرية قد قد تدمر كرة القدم المصرية انا قاصد ابالغ انا قاصد اقول كلام كبير عشان اللي جاي ده لازم يقلق ويخوف انا هكلمكم على موضوع المراهنات اللي كتير من جماهير الكرة في مصر دلوقتي بقيت بتخش على أبليكيشنز ومواقع وبتراهن على نتائج مباريات الأبليكيشنز ديت مش طالعة من مصر اشتبقى فيها انا هشترح لك بس الحكاية فيه أبليكيشنز بتتعامل البرة في أوروبا ومواقع في أوروبا في أي حتة بقى في العالم وبتبدأ تدخل كل المباريات والدوريات اللي موجودة في العالم فانت عايز تخش مثلاً قاعد في انجلترا فعايز تخش تراهن على مباراة في الدوري المصري ينفى عايز تراهن على مباراة في الدوري الهندي ينفى تخش الأبليكيشن تحط حسابك تدفع فلوس تدفع مثلاً 100 جنيه 1000 جنيه مليون جنيه حسناً مش ببقى فاهم الأرقام المكسيمة بتاعي تقدر تدفع لحد كام وتدفع 100 جنيه مثلاً وتقول انا هراهن على مطش في الدوري المصري بين كذا وكذا فتكسب فلوس ولو انت دفع المية جنيه ديت بتراهن مثلاً على مطش طرفه قوي جداً والطرف الثاني ضعيف مثلاً فانت لو انت على الطرف الضعيف فتكسب فلوس أكتر أهي أنا بس أحاول أعرض لكم شوية الصور تبقى معايا في الايه؟ في الحكاية بص دي النسب يقول لك النسبة انت لو انت اهو 1.4 يعني انت لو راهنت على العليمين ده اللي هو 1.4 مش تكسب فلوس كتيرة طب لو راهنت على الشمال ده هيبقى تاخد 9.3 هتاخد فلوس كتير عشان هنا المخاطرة أكبر شوية فانت لو دفعت مين جنيه ممكن تخليها تبقى 1000 جنيه لو دفعت هنا مين جنيه مكتبى 120 جنيه اللي كسبته يعني مثلا بقول لك مثلا فطبعا الموضوع ده بقى كتير عند جماهير الكورة في مصر وبص ما هذا مثلا دي هي نقطة مهمة أول انت دفع 100 جنيه بقى 712 جنيه طبعا انا مش محتاج ببدئيا كده قبل ما كمل كلامي اعرفك انه ضع حرام يعني فاهم؟ يعني في حاجات انا مش محتاج اقولك ان راهان حرام بناخدها منو احنا صغارين منو احنا عالة صغيرة بيا ربونا يقول لنا الراهان حرام عارفينها دي في الدين يعني مش كلام كريم تمام فخلاص حط بقى حرام على جنب بس في ناس بتعمل حرام ده في ناس بتعمل حرام ده سيبك من قصة الشباب اللي ان شاء الله ربنا يعفي عنهم ونساعدهم وننصحهم انه ضع حرام وما يتعملش كده حط ده على جنب دي ليه قصة وحكاية تانية في مصيبة بتحصل دلوقتي واللي هقولولك ده اكيد مئة في المئة من لعبين بعينهم في لعيبة ممكن يفوت جول مش لعيبة بقى مش لعب ممكن فرقة ممكن مدرب ممكن ادارة تفوت مباراة هتقول لي هيفوت مباراة عشرين مين جنيه لأ ما هي الحكية ما تبقىش كده اشرح حالك اشتفهم بس احنا راحين فين ويستحملني شوية عشان الموضوع معقد شويتين وهتفهم انا عايز اوصل ليه في واحد كريم مثلا قرر يعمل بتشاية بتشاية دي يعني ايه يعني مجموعة من المباريات في كل دوريات العالم يقول والله الفرقة دي هتكسب تلاتة واحد الفرقة دي هيتعدلوا واحد واحد الفرقة دي اللعيب هياخد انزار خباك بتخش تراهن على اللعيب هياخد انزار اللعيب هياخد طرد ودي حصلت مع بكيتة في وستهام الانجليزي اللعب البرازيلي لما رأي انه هياخد طرد وفيلم اتعمل في الدولة الانجليزية فانت بتخش يعمل ايه مجموعة من النتائج ويدي كود يقول لك حط الكود ده زي ما هو محتوى حط الكود ده حط الكود ده وهتنزل النتائج دي كلها وانا اللي اديتك الكود ده هشاركك في ارباحك في النهاية لو التوقعات دي كلها هتلعت صح طيب اللي عمل الكود ده العمل بتشاة دي توقع النتائج دي كلها ازاي المفاجأة ان في مباريات في الدولة المصري بحسب البتشاة دي تلعت النتيجة زي ما الراجل حطها في الكود هتقول لي صدفة هقول لك وارد وارد مش نخش في النواية بس لما تبقى مرة واثنين وثلاثة هتفتح بقك وتشك سيبك من الدور الممتاز انا اللي بقول لك دوت بسمعه بقى من لعيبة كرة ومدربين في لعيبة بتفوت عشان الحاجات دي هتقول لي طيب هو اللعيبة هيستفيد ايه واللي بيعمل الكود ده والبتشاة دوت بيستفيد ايه ما انا قلت لك اللي بيعمل الكود ده لو النتائج دي تلعت صح هو بيشارك الأرباح مع كثير ممكن ألاف وربما مئات الألاف من الناس اللي دخلوا ورهنوا وكذبوا فتلا يا راجل ده ممكن في كود واحد يكسب ملايين فانا لو رحت لسين من الناس لعيبة ومدرب قلت الحارس مثلا حارس مارمى مثلا ما تفوت جولين كده عشان اقل المطو ده خلاصة 2-0 تمام فراح الحارس ده فوت الحارس ده ممكن ياخد رقم ربما أعلى من عقده أو بلاش عقده عشان ما بلغش ربما أعلى من دخله مثلا في شهر وفي ناس ما بياخدوش فلوسهم في ناس بياخدو فلوس قليلة في ناس ما يعني الموضوع خطير جدا الكرة نفسها المنظومة نفسها تتدمر فهيممكن تلاقي فرقة بتفود لفرقة وفيه لعيب بيفوض للفرقة لأصادها لأصاده فيدمر فرقته فنخش في حاجات كارثية طبعا السيطرة على الأمور دي محتاجة طبعا أولا وأخيرا توعيات دينية طبعا ده حرام تاني حاجة تحكم في الابليكيشنز والمواقع دي تالت حاجة عندها بتراجع وبترائب وبتحاسب رابع حاجة لعيبة عندها ضمير كان فيه حاجة من أسبوع تقريبا هي دي رفع عليكم انتوا جربتوها دي عاتل أو واحد حاطت اللي هي الكود أو البتشاية دي بيقول إن بيراميز هيكسب المكون العرب تلاتة واحد فبيراميز كسم كل عرب تلاتة واحد واحد بيقوله آه دي تلاقي correct مئة في المئة هو واحد فيه بيقوله إن ده التوقع صحيح قاله آه مئة في المئة وبعد كده واحد تاني بيقول لأ اتنين سفر وفي الآخر بيقوله هل انت متأكد وفي الآخر النتيجة خلصت تلاتة واحد إحساس أنا في دي تحديدا مش شرط يكون فيها تلاعب ما برضو ما أنا ممكن أخش عاميكو ده أرمي نتائج وتيجي معايا مباراة بيراميز مبارح وسموحة نفس الكود ده كانوا حطيني إن الماضش هليخلص اتنين واحد الماضش تلغى وهو واحد واحد كان لسه بيشهد تاني برضو أنا ما أقدرش أتهم حد بشكل مباشر مستحيل ما عنديش دليل بس بقول إن الموضوع خطير ويستحق البحث وإن إحنا نمشي وراء في حاجات من الحاجات دي بتحصل بالصدفة وبالتوقعات منطق بس في حاجات فيها خطورة ومشاكل وفيها تلاعب طب يحصل في أكبر دوليات العالم لما بقولك لعيبة في الدولة الإنجليزية بتتلاعب دول بياخدوا ملايين الملايين ليه؟ عشان الأرقام والمكاسب مهولة مرعبة وتخوف أنا فتحت الحكاية دي النهاردة جزء كده بشاور بس فترة اللي جاية هنحاول نتعمك أكتر ونشوف حلول واضحة إن إحنا لقدر ده ما نخشش في غرقة يسمع غرقة نغرق كلنا طب النصدر ترجمة نانسي قنقر